لأنه الناس بتموت وطبعا أنا شخصا أتمنى أموت متى زي دي الرجل إمام مسجد في بني السوف مات هو ساجد حاجة جميلة جدا يعني حسن الخاتمة يعني حاجة رائعة دعا برضو النهاردة من ضمن الحاجات اللي أصارت جدل على السوشيال والأهالي بتوع القرية بيقولوا أنه بدو محمد مصطفى اللي هو كان مقيم شقاء عائر وكان إماما أيضا للمسجد مسجد بلال بن ربح اللي كان بجوار المسجد وكان بيقول لهم كل شوية أنه كان بيتنبأ بموته ومات هو ساجد ده بني سوف دي من ضمن الحاجات اللي عاملة النهاردة جدل من المسجد والموتة الحلوة دي اشتركوا في القناة